اشتركوا في القناة والباحثين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم ويتيح الفرصة للتعرف على ثقافة ريادة الأعمال المتنمية باستمرار في المملكة مؤتمر عالمي متخصص في مجال ريادة الأعمال تستضيفه مملكة البحرين بالتعاون مع الشبكة الدولية لريادة الأعمال والذي يسعى إلى إنشاء نظام بيئي عالمي لمساعدة الراغبين في خوض غمار المال والأعمال في أكثر من 170 دولة لتشجيعهم على بناء مشاريع متميزة في بلدانهم يأتي تنظيم هذا المؤتمر في مملكة البحرين كالتزام واضح من حكومة مملكة البحرين لدعم وتطوير قطاع مؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وهذا تعد أحد الأهداف الرئيسية في برنامج عمل الحكومة على المحور الاقتصادي لدعم هذا القطاع وإعطاءه مجال أكبر أن يأخذ من المساهمة في حيز الاقتصاد الوطني بالنسبة لنا يشكل هذا القطاع المستقبل لتطوير الاقتصاد الوطني وأهداف الحكومة واضحة في دعمه من خلال المبادرات الكثيرة التي طرحت والتي ستطرح في المستقبل ومن أهمها هو تشكيل مجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاحتواء كل هذه المبادرات والفعاليات تحت منظومة واحدة الحضور الحمد لله متميز هذا المؤتمر العالمي طبعا يُعقد في نسخته الحادية عشرة وتميز الحضور هنا هو أكثر حضور من النسخ السابقة في نسخته الحادية عشرة التي انطلغ في المنامة يقدم الكثير من التجارب التي من شأنها تحقيق المزيد من التبادل التجاري بين روادي الأعمال المشاركين في المؤتمر أدت جوانب مفيدة للغطاع الخاص البحريني نقطة الأولى أن صاحب العمل يقدر يتعامل ويشوف تجارب أخرى من دول أخرى ويستفيد منها يتعرف على ناس من دول عندنا تقريبا 170 دولة مشاركة هذا المؤتمر يضم الكثير من الخبرات المتخصصة في مجال عالم المال والأعمال خصوصا تلك الفئة التي استطاعت أن تترك لها بصمة واضحة في هذا القطاع مؤتمر عالمي يحط رحله في البحرين يسلط الضوء على ريادة الأعمال بمختلف مجالاتها ودورها الكبير في بناء اقتصاد حيوي ومستدام في المملكة خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين أعلنت بروبرتي فايندر المنصة العقارية الإلكترونية الرائدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن الاستحواذ مؤخرا على بحرين بروبرتي وورد البوابة العقارية في المملكة ودأبت المجموعة على مدارس أنوات الخمسة الماضية على تشغيل عملياتها في السوق البحرينية من خلال بروبرتي فايندر دات بي أج وسجد دخولها الأول إلى المملكة في عام 2013 وتأتي عملية الاستحواذ هذه بعد أشهر قليلة على حصول بروبرتي فايندر على تمويل بقيمة 120 مليون دولار أمريكي من شركة جنرال أتلنتينك للأسهم الخاصة في نوفمبر لعام 2018 وقال مايكل ليهاني المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة بروبرتي فايندر العقارية بأن عملية الاستحواذ ستتيح فرصة لترويج القطاع العقاري البحريني لدى المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط ونتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقبل العملات الخليجية والعالمية موسيقى موسيقى نتابع النشرة مشاهدين مع إقفالات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم ونبدأ مع بورصتنا المحلية حيث أقفلت البورصة على ارتفاع بنسبة 0.14% بإقفال عند مستوى 1443 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وأيضا قطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتدولة مليونين وستمائة وأربعة وستين ألف دينار بقيمة إجمالية تجاوزت 579 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 71 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في تدولة اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى باقي البورصات الخليجية فقد شهدت إقفالات متبينة بسبب عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية في مختلف الأسواق نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بارتفاع بنسبة 0.57% بإقفال عند مستوى 9139 نقطة وكانت أكثر القطاعات ربحا قطاعي تجزئة الأغذية وأيضا تجزئة السلاع الكمالية في تدولات اليوم السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت بانتفاع بنسبة 0.75% بإقفال عند مستوى 6181 نقطة وذلك بدعم من سعود أسهم السوق القيادية وأيضا قطاع النفط والغاز في تدولات اليوم السوق أبوظبي للورق المالية أقفلت بتراجع بنسبة 0.16% بإقفال عند مستوى 5213 نقطة بتأثير من تراجع قطاع الطاقة بشكل رئيسي بعد صعود استمر للجلستين متتاليتين أما سوق دبي الماليفة قد أقفلت على تراجع أيضا بنسبة 0.47% بإقفال عند مستوى 2791 نقطة بتراجع أغلب القطاعات تقدمهم قطاع العقارات وأيضا النقل أخيرا سوق مسقط الأوراق المالية أقفلت به تراجع بنسبة 0.66% بإقفال عند مستوى 1898 نقطة بتراجع لكافة قطاعات السوق الثلاثة كشفت السعودية عن تصميم جناحها المشاركي في معرض إكسبو دبي 2020 بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي سينطلق في شهر أكتوبر العام القادم 2020 حيث ستبلغ المساحة الكلية لجناح المملكة 13 ألف متر مربع ويعد ثاني أكبر جناح بعد جناح دولة الإمارات وسيصلط جناح المملكة الضوء على رسلتها للعالم وانفتاحها في التواصل على جميع الأصعدة الاستثمارية والسياحية والثقافية لصناعة مستقبل أفضل للجميع كما تهدف المملكة لتحقيق التوازن بين محافظاتها على إرثها التاريخي وما تحمله جغرافيتها من ثورة طبيعية وبين رؤيتها الواسعة للمستقبل وأدافها الاستراتيجية التي تخطط للوصول إليها أكد وزير المالية المصرية الدكتور محمد معيط أن مصر لا تحتاج إلى برنامج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي عند انتهاء البرنامج الحالي لكن هناك تفاهما على تشارك مع الصندوق يمنح ثقة للمستثمرين وأعرب معيط عن ثقته بأن عجز الموازنة المصرية خلال العام المالي الحالي لن يتجاوز 7.2% من ناتج المحلي الإجمالي وتوقع أن الحاجات التمويلية قد تتجاوز أو تأتي قريبة من العجز المقدر عند 440 مليار جنيه مصري مؤكدا أن بلاده تعتزم تنويع العملات في إصداراتها المقبلة من السندات وإصدار سندات خضراء وسندات بلياني واليوان العام المقبل أشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل أبل وخلفاؤها تستعد لمحاكمة شركة كوالكوم بدعوى ممارسات غير قانونية بشأن تراخيص براءات الاختراع كشفت بيانات رسمية أن معدل بطلة في تركيا بلغ خلال شهر يناير الماضي 14.7% حيث صاعد بنسبة 3.9% على أساس سنوي ونقلا عن معهد الإحصاء التركي فإن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في تركيا في شهر يناير الجاري وصل إلى 4.7 مليون شخص بزيادة قدرها نحو مليون ومئتي ألف شخص عن العام الماضي 2018 وهو أعلى مستوى منذ العام 2009 يأتي ذلك في وقت يعاني فيه الاقتصاد التركي من صعوبات حيث تعرض خلال العام الماضي 2018 إلى هزة عنيفة وذلك بعد ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض العملة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوى طلب وزير المالية الكورية الجنوبي أمريكا بإعفاء بلادها من رسوم الاسترار الجديدة على المركبات المستوردة خلال اجتماعات وزراء المالية لمجموعة العشرين ومحفظي البنوك المركزية التي عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي وقدم هونغ نامكي وزير الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية الطلب إلى ستيفن نوتشين وزير الخزانة الأمريكي من جانبه قلم نوتشين أنه يفهم تماما ما طلبه الوزير الكوري من الولايات المتحدة فيما يتعلق بتعريفة استيراد السيارات وأعرب عن أمله في أن يتم حل هذه المشكلة دون صعوبة ونتابع الآن أبرز المؤشرات لأسواق العالمية واسعار النفط والمعادن أغيسية وفي الخبر الأخير تستعد شركة أبل وحلفائها محاكمة محلفين ضد مورد الرقاقات شركة كوالكوم بدعوى أنها تشارك في ممارسات غير قانونية بشأن تراخيص براءات الاختراع وتسعى الشركة المصنعة لهواتف آيفون للحصول على تعويض تصل قيمتها إلى 27 مليار دولار في المقابل تزعم كوالكوم أن أبل أجبرت شركاءها تجاريين لفترة طويلة على التخلي عن دفع بعض المستحقات وتسعى للحصول على ما يصل إلى 15 مليار دولار ترجمة نانسي قنقر